نعرف الرأي الديني فيما يتعلق بكل هذه الأمور من قامة كبيرة وهو فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأظهر الشريف برحب حضرتك يا فندم بفضلتك في الجمعة في مصر أهلا بيك وكل عام وحضرتك بخير يعني شعر رمضان أرب خليني أنتهز وجود حضرتك معايا الحقيقة ناس كتير جدا بتقول إن فيروس كورونا ده هو غضب من الله كيف ترى مسألة انتشار فيروس كورونا واجتياحه للعالم كله يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين بادئ ذي بدء يقول رب العزة سبحانه وتعالى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وكل شيء يجري في ملك الله بإرادة الله لا يقع في ملكه إلا ما يريد وَمَا نَزَلَ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنِّ وَلَا يُكْشَفُ إِلَّا بِتَوْبَةٍ والقرآن الكريم صريح في هذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لماذا يا ربي؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا ما الهدف؟ لعلهم يرجعون الآية واضحة كل الوضوح الله رب فساده في البر والبحر بما كسبت بأن السببية بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ويتوبون فالحل التوبة الرجوع إلى الله الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كان له دعاء في اسل هذه المواقف كان له دعاء اسم دعاء الكرب وهو موجود في أصح كتب السنة وفي صعير البخاري لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم هذا ذكر نعم لأن رب العزة قال من شغله ذكر عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين هذا دعاء الكرب الذي يمكن أن نستغيس بالله تعالى به وبدعوة ذنه التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا بها مسلم إلا أجابه الله قالوا هذا خاص لسيدنا يونس نحن هنرجع أنا بستأذن حضرتك يعني في هذه المقاطعة هنرجع بعد فاصل قصير جدا مع فضيلة الشيخ وهنتكلم بالتفصيل خليكم معنا ترجمة نانسي قنقر